بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الاريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثاني من الدرس الثالث في الوحدة الثانية ومع هذه الخاصية من خواص المحددات وهي أن محدد حاصل ضرب أي عدد في مصفوفة A هو KSN حيث N بعد هذه المصفوفة في محدد المصفوفة الأصلية بعد أخذ K عامل مشترك فمعنى أن K مضروب في مصفوفة هو أن هذا العدد K مضروب في كل عناصر المصفوفة فإذا أخذنا على سبيل المثال العدد K عامل مشترك من الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث فإن قيمة هذا المحدد هو KKK أي K تكعيب KS ثلاثة حيث ثلاثة هو بعد هذه المصفوفة ثلاثة في ثلاثة في محدد المصفوفة الأصلية بعد استخراج K منها وإليكم المثال العددي المصفوفة A عناصرها 10 سالب 20 أربعين وهكذا كلها عناصر تقبل القسمة على 10 وهي عناصر كبيرة فإذا حسبنا محددها كان النتج أعداد كبيرة فتيسير هذه الحسابات يمكننا أن نأخذ 10 عامل مشترك من المصفوفة ويكون قيمة محدد هذه المصفوفة هو 10 أس ثلاثة حيث ثلاثة هي بعد هذه المصفوفة ثلاثة في ثلاثة نضربه في قيمة المحدد ذو الأعداد البسيطة كما نرى 1 سالب 2 أربعة ثلاثة صفر خمسة وهكذا الذي يمكن أن نأتي به بأي طريقة من الطرق التي أخذناها سابقا فتكون النتيجة النهائية 10 عشر أس ثلاثة في خمسة قيمة المحدد الأصلي للمصفوفة فتكون النتيجة النهائية خمسة ألاف الخاصية التالية من خواص المحددات وهي إذا كانت A وB وC مصفوفات مربعة بالمقاس N في N بمعنى أن كل صفوفها متشابهة في المدخلات في الأعداد إلا صفا واحدا هو الصف رقم R وكان هذا الصف رقم R في المصفوفة C يمكن أن نأتي به كحاصل جمع الصفين المقابلين في A وB فإنه في هذه الحالة يمكن أن نقطب الجملة التالية محدد المصفوفة C هو مجموع محددين المصفوفتين A وB ويمكن كتابة هذه النتيجة أيضا بالنسبة للأعمدة فما يقال على الصفوف يقال على الأعمدة في المحددات كما قلنا من قبل وإليكم المثال التالي في البداية هذا مثال مجرد من الأعداد المصفة A عناصرها A1 1 A1 2 وهكذا كذلك المصفة B الصف الأول متشابه مع المصفة A A1 1 A1 2 يختلفان فقط في الصف الثاني B2 1 B2 2 إذا أتينا بمحدد المصفة A ذائد محدد المصفة B لو وجدناها كما يبدو لنا وبالاختصار نجدها تساوي A1 1 في A2 2 زائد B2 2 ناقص A1 2 A2 1 زائد B2 1 والتي يمكن أن نكتوبها في صورة المحدد التالي Determinant A1 1 A1 2 والصف الثاني A2 1 زائد B2 1 مجموع الصفين الثانيين في المصفة A وB A2 2 زائد B2 2 هذا هو إثبات تلك الخاصية وأليكم المثال العدد التالي فالمصفة 1 7 5 2 0 3 1 1 5 6 يمكن أن نكتوبها كمجموع محددين كما يأتي الصف الأول والصف الثاني متشابهين في المصفتين الجديدين الاختلاف فقط في الصف الثالث هنا 1 وهنا 0 وإذا جمعناهما معا يعطينا 1 وهو مجموع العنصر الأخير العنصر الثاني في المصفة الأولى 4 وهنا 1 ومجموعهما 5 كما هنا العنصر الأخير هنا 7 وهنا سالب 1 مجموعهما 6 كما هنا في المصفوفة التي على الجانب الأيصر ترجمة نانسي قنقر